شيخ مفتي حبيبي أنا حزين لأنني سوف يعيش بقية حياتي بلا أم أنا أمي توفت قبل خمسة أشهر أو ستة أشهر والله العظيم أنني الآن أتمنى أمي أن ترجع إلى الدنيا من أجل أن أقبل قدميها لأن رب يقول لأن الله سبحانه وتعالى قال وَقَضَى رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا هُوَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا الله hat decreed that none shall be worshipped besides him and that you shall do good to your parents إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أفضل فلا تقل لهما أفضل فلا تقل لهما أفضل لا تقل لهما أفضل لا تقل لهما أفضل مصدر من عميات وضع لهم مخفض لهم وضع لهم برمونات وضع لهم مخفض لهم وقل رب رحمهما رب رحمهما رب رحمهما كما رب ياني صغيرا وقل لهم بقول او رب رب لهم برمونات لأنهم من الذين مجبوراً محلوظاً أحسنًا وحسنًا وحسنًا لدينا منسجنا لأشياء امتلاح لدفعاته أو اجتماعاته وحسنًا لدينا منسجنا لدينا منسجنا الله سبحانه وتعالى ربما كثير من الناس معنا الآن واباه وامة لم يدخل في الإسلام الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نبررهما الله سبحانه وتعالى لن تحب فيهم أيضا ون تحب فيهم رئيس وصاحبهما في الدنيا معروفا وصاحبهما في الدنيا معروفا حتى وإن لم يدخل في الإسلام فيجيب عليك أن تبر أباك وأماك اذا لست موسلمين لأمرنا الله سبحانه وتعالى اичبا إليك أن تحب فيهم إن لم يدخل في الإسلام وبدو أنه أحد جوائنا ان تحب فيها جوائنا للبنية تحب المسلمين أتا رجل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي فقال عليه الصلاة والسلام فقال الله صلى الله عليه وسلم صاحب لأمك صحب لأمك صاحب لأمك هل أنت قد بررت بأمك وأبيك اريد أن أرسل إليكم رسالة من رجل فقد أمه أريد أن أردتم صفحة من أمه وفقد أباه أتمنى لحظة واحدة انا لقد قمت باستخدام أنهم يمكنهم الوداء لكي أمدهم يمكنهم الوداء. اللهم سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى جنت الفردوس وكل جميعا جميعا امامنا. آمين.